موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة الصف 11 في مادة مبادئ علم الجغرافية حلقة اليوم سوف تكون حول مراجعة عامة للفترتين الدراسية الثالثة والرابعة للفصل الدراسي الثاني كل ذلك وأكثر ولكن بعد ذا الفاصل انتظرونا موسيقى أهلا بكم أعزائي الطلبة من جديد بعد هذا الفاصل تناولنا في بداية حلقة اليوم أننا سوف نكون اليوم في حلقة خاصة حول مراجعة للفترة الدراسية الثالثة والرابعة كما وعدتكم فإنني اليوم سأستعرض الكثير من الأسئلة التي ستكون في اختبار نهاية العام نتابع معا أعزيزي الطالب في السؤال الأول أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها ويكمل المعنى السؤال الأول يقول أولى الأحياء على سطح الأرض نشئت منذ ثلاثة آلاف مليون عام تسمى البكتيريا السؤال الذي يليه حيوان له جسم يشبه الإصطوانة به ثقوب أو مسام عديدة يسمى أحسنت الإسفنج تعرف تربة إقليم الغابات الحارة الاستوائية باسم بالفعل تربة اللايترايت الحمراء نتذكر عزيزي الطالب بأننا تناولنا هذه التربة بأنها اكتسبت هذا اللون بسبب أنها تأكسدت فحصلت على هذا اللون الأحمر نتابع ذبابة إفريقية ذات جناحين تسبب مرض النوم تسمى أحسنت ذبابة تسي تسي تنمو أسترخصيات والبامبو في إقليم يسمى بالفعل غابات الصين أضخم ثعابين العالم وأخطرها يقوم بعصر فريسة حتى الموت يسمى ثعبان الأناكوندا أحسنت ثم أقدم شجرة على وجه الأرض عمرها فوق 3500 سنة تسمى بالفعل سكوبا يعرف باختصار الصندوق الدولي لحماية الحيوان باسم كما ذكرنا أن هذه الجمعية تقوم بعملية حماية الحيوانات المعرضة للانقراض في حلقة سابقة بالفعل هذا الصندوق لديه اسم آيفيو نتابع معا أيضا نموذج آخر من الأسئلة أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها ويكمل المعنى أول إفريقية تحصل على جائزة نوبل لحماية البيئة وهي كينية الأصل تسمى وانغاري ماثاي قبائل تعيش في شمال النرويج والسويد تعتمد على صيد الأسماك وتربية حيوان الرنة بالفعل هذه القبائل هي قبائل اللاب نتابع معا تأسست حركة الحزام الأخضر في عام أحسنت 1977 السؤال الذي يليه أكثر الأشجار تحملا للجفاف ومقاومة للحشرات والحرارة الأوبومو ثم حيوان يفضل العزلة ويعتمد على صيد للفرائس على إمكانياته السمعية فقط الوشق تعرف طبقة الغلاف الجوي التي تحتوي على طبقة الأوزون باسم بالفعل طبقة الاستراتوسفير أشجار معمرة قامت بعض القبائل العربية السودانية بتخزين مياه الأمطار في تجاويف جذوعها لتربية الإبل بالفعل التبلدي السؤال الذي يليه أنشئت أول محمية طبيعية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرب المدينة وسميت هذه المحمية به أحسنت حما ضرية تابع هنا عزيزي الطالب سؤال من نوع جديد وهو أكتب المفهوم المناسب أمام العبارات التالية المفهوم الأول كائنات برية النشأة ليس للإنسان دخل في وجودها هي الكائنات الحية ممتاز ثم بعد ذلك أراضي عشبية تنمو بها أشجار متفرقة السافانة تعبير يدل على الفقر في الحياة النباتية والحيوانية نتيجة للظروف البيئية الصحراء ممتاز ثم بعد ذلك مفهوم جديد كائنات حية مكونة من طحالب وفطريات وهي اندماج طحلب وفطر أحسنت الأشنة السؤال الذي يليه منطقة باردة خالية من الأشجار تحيط بالمحيط القطبي الشمالي متجمدة معظم العام المفهوم هو التاندرا زيادة أعداد الحيوانات في المراعي بشكل يفوق القدرة البيولوجية للمرعة بالفعل الرعي الجائر ننتقل تراكم الغازات في طبقة التروبوسفير بدرجة تعجز الأنظمة الطبيعية عن التعامل معها أحسنت الاحتباس الحراري السؤال الذي يليه مساحة من الأراضي وضعتها الدول بقانون لحماية المصادر الحيوية والتاريخية والترويحية المحميات الطبيعية سؤال جديد حوله نتناول هنا أسئلة جديدة وهي سؤال مهم جدا ولا تخلو منه الاختبارات وهي عملية الخرائط الموجودة في الاختبار ونقوم بعملية تعيين أشياء أو بنود محددة أو نستخرج منها معلومات معينة ونستخرجها بعد ذلك نملأ الفراغات نشاهد الآن السؤال الخريطة التي أمامنا هي خريطة العالم وخريطة العالم هنا نوضح عليها مجموعة من الأحرف السؤال الأول يقول الموطن الأصلي لحيوان الليمور يمثله الدولة التي تحمل الحرف ألف أو باء أو جيم أو دال أو ها نستخرج من الخريطة الحرف أحسنت عزيزي الطالب هو جيم وهنا جزيرة مدغشقر في شرق إفريقيا السؤال الذي يليه الدولة التي حضرت استعمال المبيد الحشري دي دي تي لتأثيره السلبي على البيئة وقتل الصقور تحمل على الخريطة الحرف أحسنت عزيزي الطالب هي الولايات المتحدة الأمريكية الحرف ألف اكتشف أو اكتشف مرض الفلونزة الطيور في دولة تحمل على الخريطة الحرف أحسنت عزيزي الطالب إيطاليا وهي الحرف دال أربعة الدولة التي تنتمي لها داعية البيئة وانجاري ماثاي على الخريطة تحمل الحرف أحسنت هو الحرف كينيا السؤال الخامس الدولة التي وقع بها حادث مفاعل النووي تشيرنوبل عام 1986 تحمل الحرف بالفعل باء الاتحاد السوفيتي السابق أيضا نتابع نوعا جديدا من النواع الأسئلة الموضوعية وهي تعيين على الخريطة واختيار على الخريطة خريطة العالم ومجموعة من الأسئلة الحرف ألف يمثل رياح محلية تسمى هنا نجد السهم يشير إلى الرياح المحلية المطلوبة ونريد هنا تسميتها أحسنت عزيزي الطالب بالفعل هي رياح السموم الموجودة على شبه الجزيرة العربية نتابع اثنين الحرف باء يمثل تيار مائي دفيء يسمى نشاهد على الخريطة أين يوجد هذا التيار المطلوب باء موجود عند أمريكا الشمالية وهو دفيء أحسنت عزيزي الطالب هو تيار الخليج الدافئ نتابع ثلاثة الحرف جيم يمثل الإقليم مناخي يسمى مطلوب جيم هذا التضليل جيم أحسنت يسمى بالإقليم القطبي نتابع أربعة حدد بالأسهم اتجاه تيار بيرو البارد إذن هذا التيار سيكون بارد إذن نعلم جدا أن التيارات الباردة هي التي تكون قريبة من أماكن الباردة أو القطبية الباردة في حين الدفيئة تكون قادمة من المناطق الاستوائية إذن مطلوب تحديد تيار بيرو البارد فبالتالي هو تيار بيرو يقع بصفة مجاورة من دولة بيرو ولذلك سمية نسبة لذلك نتابع معنا خمسة ضع الرمز الذي أمامك على المحيط الذي توجد به أكبر حافة غائصة في العالم حدده أحسنت عزيزي أطال نكمل أمامك خريطة لدولة الكويت ادرسها جيدا ثم حدد ما يلي خريطة دولة الكويت والمطلوب الآن من هذه الخريطة ما يلي واحد محمية الدوحة بالرمز نجمة تحدثنا عزيزي الطالب في السابق عن المحميات وعيناها معا على خريطة دولة الكويت الآن مطلوب محمية الدوحة برمز النجمة أحسنت بالقرب من جون دولة الكويت المطلوب أيضا محمية شرق الجهراء برمز أمامنا هنا أيضا محمية شرق الجهراء يعبر عن موقعها تسميتها ثلاثة ظلل بالرسم محمية سمو الشيخ صباح الأحمد في هذه المنطقة تقع محمية الشيخ صباح الأحمد السؤال هنا يتعلق حول أهمية هذه المحمية محمية الشيخ صباح نجد أن السؤال يقول أعل الأهمية محمية الشيخ صباح الأحمد واحد بالفعل لجذب الكائنات والحيوانات والطيور وعملية تكاثرها خصوصا وجود بعض النباتات التي كانت معرضة للانقراض رجعت مرة أخرى في هذه المحمية اثنين تحافظ أيضا على البيئة الكويتية من عملية التدهور والتدمير نتابع أيضا ثلاثة تعتبر مخزون بيئي واقتصادي واستراتيجي للنباتات والحيوانات أربعة تحتوي على تنوع تضاريسي من تلال ومنخفضات وسهول نتابع عزيزي الطالب أيضا سؤال ادرس الخرائط أمامنا خريطتين الخريطة الأولى طبعا هذه الخريطة تعبر عن منطقة حسنت عزيزي الطالب هذه هي المنطقة هي شبه القارة الهندية تمثل الخريطة هي الرياح الموسمية وتكون في فصل اتجاه الأسهم نلاحظه هنا عزيزي الطالب وبالتالي نستطيع الإجابة على هذا السؤال في فصل أحسنت الصيف الشمالي الخريطة الثانية أيضا تعتبر هذه الخريطة أيضا لشبه القارة الهندية تمثل الخريطة الرياح الموسمية في فصل حسنت في الشتاء الشمالي المطلوب الآن عزيزي الطالب من خلال الخريطة علل الرياح الموسمية الصيفية ممطرة أو قد يأتي هذا السؤال هكذا علل الرياح الموسمية الصيفية تكون ممطرة تذكر معا هذه الإجابة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي انخفاض في الضغط الجوي فبالتالي سوف يكون انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع الضغط على الماء فتهب الرياح الموسمية من الماء إلى اليابس مشبعة ببخار الماء السؤال على هذه الخريطة أو قد يكون منفرداً علل الرياح الموسمية الشتوية جافة بالفعل الإجابة ستكون نشاهدها معاً لأنها تهب من اليابس الجاف إلى الماء فلا تسقط أمطار تابع الآن سؤال جديد من الأسئلة الموضوعية وهو اختر من القائمة ألف ما يناسبها من القائمة باء بوضع الرقم بالمكان المخصص أو المناسب نشاهد السؤال الآن القائمة ألف والقائمة باء ومجموعة من الاختيارات المطلوب واحد نوع من الذئاب يعيش في صحراء أمريكا الشمالية لا يحتاج إلى الشرب لأن الماء الذي في الطعام يكفيه أثنين حيوان يفضل العزلة وتعتمد في صيده للفرائس على إمكانياته السمعية الهائلة وثلاثة حيوان يقفز على قدميه الخلفيتين وهو يعتبر من أكبر الحيوانات الثدية حجماً يسمى الثديات الجرابية أو الكيسية الخيارات أو القائمة باء الكونغر والخيار أيضاً الأرنكوندا ثم القيود وأخيراً الوشق إذن من خلال القائمة باء هناك اختيار واحد سوف يكون بلا أي سؤال نتابع معاً الإجابة أحسنت عزيزي الطالب رقم واحد نوع من الذئاب الذي يعيش في صحراء أمريكا الشمالية لا يحتاج إلى الشرب لأن الماء الذي في الطعام يكفيه هو الحيوان القيود ثاني سؤال حيوان يفضل العزلة في صيد فرائسة يعتمد على السمع الهائل وهو حيوان الوشق ثلاثة حيوان يقفز على قدميه الخلفيتين وهو أكبر الحيوانات الثدية نتسمى بالثديات الكيسية أو الجرابية كما ذكرت وهو الكنقر إذن الأناكوندا سيكون بلا أي سؤال نتابع أيضاً اختر من القائمة ألف ما يناسبها من القائمة باء بوضع الرقم المناسب القائمة ألف القائمة باء والرقم المناسب السؤال الأول ذرات مائية خفيفة الوزن تتطاير في الهواء وتقل فيها الرؤية ثنين قطرات صغيرة من الماء تتجمد على شكل كرات من الثلج ثم تتساقط ثلاثة قطرات من الماء تتجمع صباحاً على أسطح الأجسام الصلبة القائمة باء الندى الضباب والبرد ثم الخيار الأخير الصقيع نقوم بعملية المزاوجة هنا واحد ذرات مائية خفيفة تتطاير في الهواء وقد تنعدم الرؤية الضباب ويسمى في الرؤية الضباب الأفقية تكون منعدمة أحياناً نشاهد أيضاً رقم اثنين قطرات صغيرة من الماء تتجمد على شكل كرات من الثلج وبعد ذلك تتساقط كما أجبت عزيزي الطالب الصقيع قطرات من الماء تتجمع صباحاً أكيد ستكون الندى على أسطح الأجسام الصلبة قد نشاهدها على أسطح النوافذ أو السيارات أو أسوار المنزل وبالتالي هي بالفعل الندى وسيكون الخيار الأخير البرد بلا أي إجابة نشاهد أيضاً أو بلا سؤال نشاهد أيضاً فرق بين كل مما يلي هنا نشاهد نوعاً جديداً من الأسئلة المقالية التفرقة ستكون ما بين الغلاف الحيوي والغلاف الإقليمي الإجابة ستكون الغلاف الحيوي هو الحيز المكاني الذي توجد فيه الحياة ويسمح للكائنات الحية أن تعيش فيه في حين أن الإقليم الحيوي هو حيز مكاني من سطح الأرض فيه أشكال وأنواع من الكائنات الحية تميزه عن غيره من الأقاليم فرق أيضاً ما بين عزيزي الطالم النباتات الوعائية والنباتات الحزازية التفرقة أيضاً ستكون تمثل النباتات الوعائية الجزء الأكبر من مملكة النبات تنمو وتتكيف في البيئات المختلفة بما هيئ لها الله من تراكيب تساعد على تكيفها في حين أن النباتات الحزازية هي كائنات لها مرحلة انتقالية من الطحالب التي تعيش في الماء كالنباتات البرية والتي تعيش في البيئات الرطبة فرق أيضاً بين كل مما يلي عزيزي الطالب السافانة في هذه المرة الرطبة والمغلقة والمكشوفة الرطبة ستكون بالفعل عزيزي الطالب بحسب طولها المدارية الطويلة طولها سيكون 2 إلى 4 أمتار السافانة المغلقة التسمية واضحة جداً عزيزي الطالب هي طويلة وكثيفة بالتالي تكون متشابكة وتعوق الرؤية ولا تظهر الطرقات السافانة المكشوفة تسمى السافانة الخشنة أو القصيرة طولها يتراوح 1 أفوان متر ثم محمية المعلم الطبيعي نفرق بين محمية المعلم الطبيعي ومحمية المتنزه القومي ومحمية المحيط الحيوي الأولى المعلم الطبيعي هو لحماية معلم معين كغابة متحجرة سبق أن شاهدناها في حلقات سابقة محمية المتنزه القومي مناطق طبيعية واسعة لحماية المناظر الطبيعية ولا يسمح باستخدام مصادرها الأخيرة ستكون للمحافظة على المجموعات الحيوية من المخاطر والحفاظ على التنوع الجيني الآن عزيزي أطالب نوع جديد من الأسئلة المقالية التي ستكون في اختبارنا وهي قارن بين كل مما يلي ولكن حسب المعايير الموجودة في الجدول إذن سوف تكون هناك حيثيات للمقارنة نشاهدها معاً حشائش السافانة وحشائش الأستبس وجه المقارنة سيكون حيث التوزيع الجغرافي لكل منهما في البداية حشائش السافانة تقع في القسم الأوسط المداري في شمال وجنوب أفريقيا شرق البرازيل ووسط أستراليا أما الاستبس في وسط آسيا وسهول سيبيريا وشمال البحر الأسود بحر آرال قزوين كل ذلك في آسيا شرق أوروبا جنوب شرق أفريقيا السهول الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية سهل البنباس في الأرجنتين جنوب أيضا شرق أستراليا هذه كلها مناطق توزيع الجغرافي لكل من الحشائش السافانة والاستبس أما الخصائص المناخية المطلوبة هنا فإن حشائش السافانة حرارتها ستكون مرتفعة طوال العام خاصة في الصيف أمطاره في الصيف الاستبس حار ممطر صيفا وبارد شتان في النهاية لدينا المقارنة الأخيرة الخصائص النباتية في أستفانة يتخلل أستفانة الرطبة أشجار تتحمل الجفاف كالهشاب والطلح الصمغي أو الصمق بالإضافة إلى أن الخصائص النباتية لحشائش الأستبس في المناطق الممطرة يزداد طولها عن 2 متر والمناطق قليلة الأمطار 1 متر حشائش قصيرة وشجيرات شوكية هذه الشجيرات مثل الضرفاء وأرتميزيا نقارن أيضا بين كل من ما يلي حسب المعايير في الجدول المقارنة الآن ما بين أقاليم مناخية أقليم الغابات الاستوائية وأقليم غابات البحر المتوسط وجه المقارنة نريد التوزيع الجغرافي التوزيع الجغرافي للغابات الاستوائية في قارة آسيا شبه جزيرة الملايو في أندونيسيا جزر الفلبين في قارة إفريقيا حوض الكنغو وساحل غانا في أمريكا الجنوبية حوض الأمازون على حين أقليم غابات البحر المتوسط من المسمى نستطيع المعرفة وهو التوزيع الجغرافي سيكون حول حوض البحر المتوسط في إفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى آسيا وجنوب إفريقيا غرب أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب إستراليا الخصائص المناخية إقليم الغابات الاستوائية درجة حرارة ستكون مرتفعة طوال العام وأمطار غزيرة طوال العام إقليم غابات البحر المتوسط حرارة ستكون مرتفعة صيفا جافة وأيضا بالنسبة للأمطار ستكون غزيرة في فصل الشتاء فوق الجبال الخصائص النباتية نشاهد هنا في هذا الإقليم أشجار صلبة ذات قيمة اقتصادية كالأبانوس والماهوجني أشجار مثمرة مثمرة وصمغية المطاط الكاكاو الموز نباتات أيضا متسلقة تلف أغصانها حول الأشجار إقليم غابات البحر المتوسط نشاهد هنا تسميات هذه الخصائص النباتية حشائش الماكي وأيضا أشجار ذات أوراق عريضة الصنوبر أشجار رهيفة الملمس كالزيتون شجيرات جذوعها قصيرة التين أشجار إبرية كالسرو والكافور أشجار جذوعها ذات عقد كالفستق وأيضا عصارية كالصمبر تابع الآن سؤال جديد سؤال جديد هو اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي كل عبارة فيما يلي واحد نسبة الغابات الصنوبرية من المساحة الكلية لدولة فنلندا يمثله الجزء المظلل في الدائرة البيانية التي تمثل الحرف ألف أو الحرف باء أو الحرف جيم أو الحرف دال الدوار البيانية تشاهد عزيزي الطالب بالفعل الإجابة ستكون دال السؤال الذي يليه يمثل الشكل المقابل أحد أنواع المطر ويسمى الإنقلابي أم الإعصاري أم التضاريسي أم التصاعدي من خلال هذه الصورة عزيزي الطالب تشاهد هناك جبل فبالتالي سيكون النوع التضاريسي صنف الأجهزة التالية حسب ما تقيسه في الجدول التالي الجهاز الأول الثاني الثالث الرابع ومجموعة لقياس درجة الحرارة بالفعل وأيضا لقياس الضغط الجوي ولدينا لقياس سرعة الرياح والأخير سيكون لقياس الرطوبة نصنف هنا عزيزي الطالب هذه الأجهزة بحسب ما تقيسه بحسب الصور التي أمامنا الأول سيكون الترمغراف بالفعل أحسنت ثم البارومتر والصورة هي أحسنت ثم بعد ذلك الأنيمومتر لقياس سرعة الرياح أحسنت جهاز الأنيمومتر وهو في النهاية جهاز السايكرومتر وهو لقياس الرطوبة أمامك خريطة لقارة إفريقيا ادرسها جيدا ثم حدد عليها ما يلي واحد الغابات الحارة الاستوائية باللون الأحمر تقع في هذه المطقة في الجهة ستكون الغربية من قارة إفريقيا ساحل غانا حوض الكونغو اثنين اقليم الصحاري الحارة باللون الأصفر سنضلل هذه المنطقة في شمال إفريقيا باللون الأصفر وتسمى بصحراء الكبرى صحراء كالهاري وناميبيا في جنوب إفريقيا أحسنت ثلاثة اقليم غابات البحر المتوسط باللون الأخضر وسنضلل هنا بالفعل عزيزي الطالب الغابات ستكون بالقرب من البحر المتوسط باللون الأخضر وهي في شمال إفريقيا وأيضا في أقصى جنوب إفريقيا السؤال الذي يليه سؤال مقالي هذا السؤال مهم جدا عزيزي الطالب يسمى إقليم المدار الحال باسم 80-80-80 الإجابة ستكون أحسنت يطلق عليه لأن متوسط حرارته 80 درجة فهر هايتية وارتفاع الرطوبة تصل إلى 80% ومتوسط الأمطار 80 بوصة أكمل الشكل التخطيط التالي مخطط سهمي أمامنا ومطلوب أكماله أصناف الكائنات الحية وممالكها المطلوب الصنف الأول أو القسم الأول الكائنات الحية حقيقية النواء بالتالي ستكون بداية النواء ثم الكائنات بداية النواء كالبكتيريا المطلوب هنا في المخطط السهمي الثاني بعض الممالك المفقودة أو نكمل الفراغ فيها مملكة الطلائعيات ومملكة النباتات المطلوب أن نقوم بالإجابة على نوعين بالفعل ستكون مملكة الفطريات ومملكة الحيوانات على اللي ما يأتي قلة الأهمية الاقتصادية للغابات الاستوائية شاهد الصورة بسبب صعوبة استغلالها لأنها غابات كثيفة ومتشابكة تقوم بحجب أشعة الشمس وبالتالي سوف تكون البرك والمستنقعات وتكون مكان للأوبئة والأمراض بالنسبة لهذه المناطق ارتباط الفيلة بالسافانة وارتباط السافانة بالفيلة نعلل السبب بأن السافانة تحتاج للفيلة لأن الفيلة تعر الشجيرات من الأوراق وتحفز على نمو الأوراق أما بالنسبة للفيلة فهي تقوم بابتلاع بذور السافانة وتلين في أحشاءها ثم تخرجها مع الروث كمخصب للتربة تحتاج الفيلة للسافانة في توفير الغذاء من حشائش طويلة علل أيضاً لما يأتي سؤال هو أهمية الغطاء النباتي واحد تعود أهمية الغطاء النباتي لأنه يقوم بعملية تعديل كمية الإشعاع الشمسي والرطوبة عن طريق النتح بالإضافة إلى أنها لها دور في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإخراج الأكسجين نجد هنا عزيزي الطالب بأن عملية النتح أو عملية الإفراز المائي للنباتات يؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة في المنطقة وبالتالي هذه الرطوبة سوف تقوم بعملية تخفيض أشعة الشمس بالإضافة إلى أن لها النباتات دور في عملية البناء الضوئي من خلال سحب كمية ثاني أكسيد الكربون وإطلاق قاز الأكسجين المهم للكائنات الحية الحيوانات وأيضا الإنسان نشاهد أيضا إزالة الإنسان للغابات وحرقها نعلل السبب ذلك بسبب الكثافة العالية للسكان في جنوب شرق آسيا والبرازيل وقيام الإنسان بإزالة الغابات وإحلال الزراعة محلها السؤال العلل تلوث مياه بحر قزوين للأسف بسبب ما تضخه الدول المجاورة عزيزي الطالب من نفايات 12 مليار متر مكعب من مياه المجاري ونفايات المصانع كفيل بأن يلوث هذه المياه أكتب في ما يلي عزيزي الطالب سؤال جديد عوامل تكيف النباتات الوعائية مع البيئة العامل الأول أوعية توصيل خشب ولحاء أثنين جذور وسيقان وأوراق حقيقية أيضا ما آثار إزالة الإنسان للغابات وعملية حرقها بالفعل ستكون واحد تدمير الكائنات الحية تأثير في الظروف المناخية وعملية اختلال في التوازن البيئي السؤال الذي يليه أكتب في ما يليه كيف يمكن وضع خطة حماية المحمية نشاهد معا ونتذكر واحد وصف المكان والأحياء أثنين نقيم الأهمية ثلاثة نضع الأهداف أربعة نحدد الوسائل المتبعة خمسة تحديد المشاريع أيضا أكتب في ما يلي السؤال يقول مميزات النباتات الحولية في إقليم الصحاري القطبية الباردة ستكون الإجابة أحسنت تحمل البرودة أثنين قصر في سيقانها ثلاثة ضحالة الجذور وأربعة صغر الأوراق الإبرية نتابع ما أسباب تأسيس مناطق محمية ذلك بسبب عزيز الطالب بالفعل التقليل من الخسائر والإنقاص في المصادر الحية وأيضا بعض الأنواع الحية أكثر فائدة للإنسان أكتب في دور المحميات في التنمية المستدامة الإجابة ستكون أحسنت واحد استغلال الفرصة للتوعية البيئية أيضا يوفر فرص البحث العلمي توفير فرص التنمية في المناطق النائية وضمان للإنتاج واستمرار التوازن البيئي خمسة المحافظة أيضا على استقرار البيئة وحمايتها ستة تسهيل التنزه والاستجمام السؤال أيضا أكتب فيما يلي العوامل المؤثرة في كمية الأمطار الساقطة واحد عملية تقابل كتل هوائية حارة مع باردة اثنين حدوث اضطرابات جوية ثلاثة مواجهة الرياح لحافات جبلية عالية أربعة مرور الرياح فوق مياه بحرية رطبة ثم خمسة مدى التساع المسطحات المائية السؤال الذي يليه أكتب في آثار رياح الخماسين في مصر نتذكر رياح الخماسين سميت بهذه التسمية نتيجة لاستدامتها لمدة خمسين يوم وهي تكون رياح متربة تهب من الصحراء الكبرى نتابع الآن آثار هذه الرياح واحد حدوث العواصف الترابية اثنين حدوث الحرائق في القرى المصرية ثلاثة تساعد على نضج محصول القمح العوامل المؤثرة في حجم الموجة نشاهد أيضا مدة هبوب الرياح اثنين هبوب الرياح وسرعتها المسافة التي تهب فيها الرياح أربعة عمق المسطح البحري إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم التي تحدثت عن نهاية للمراجعة للفترة الدراسية الثالثة والرابعة لنهاية الفصل الدراسي الثاني أتمنى لأعزائي الطلبة التوفيق والنجاح استودعتكم الله التي لا تضيع ودائع مع السلامة اشتركوا في القناة